ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياض رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الاجتماع السابع لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية وبدأ سموه الاجتماع بتقديم خالص التهاني وتبركات للاتحاد البحريني لألعاب القوى بمناسبة فوزه بلقب البطولة العربية السابع عشر للشباب والشباب وتصدره جدول الميداليات بحصول على عشرين ميدالية من بينها أربع عشر ميدالية ذهبية وخمس ميداليات فضية وميدالية برونزية في البطولة التي اختتمت مؤخرا بالجزائر مشيرا إلى أن ذلك الإنجاز ما هو إلا ثمر لدعم القيادة الرشيدة واهتمامي ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الناب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى بعد ذلك ناقش الاجتماع سلسلة من المواضيع المدرجة على جدول العمال واستعرض الأمين العام لللجنة الأولمبية عبد الرحمن صادق عسكر تقارير اللجان العاملة وهو تقرير عن جائزة معالي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة للعمل التطوعي أمسية الوفاء استعرض تقارير اللجان الداخلية وتقرير عن المشاركة في المؤتمر الثالث للرياضة والبيئة الذي عقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من الرابع والعشرين لغاية السابع والعشرين من فبراير 2016 تقرير عن خطة عمل مراكز التدريب النسائية ثم استعرض تقرير عن عمل العيادات الطبية تقرير عن صدود نسائية قتل م�انًا الله ورحم 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 شكرا